وأرحب معي بضيفي من أوسلو يان إيغلاند الدبلوماسي النرويجي الأسبق والأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين سيد إيغلاند مرحبا بك على شاشة الغد كنا نعرض قبل قليل لقطات لمتظاهرين ومواطنين أمريكيين يقاطعون كلمة للرئيس الأمريكي جو بايدن ويطالبونه بالعمل على وقف العدوان الإسرائيلية على قطاع غزة كيف تنظر إلى مثل هذه الفعاليات؟ أعتقد أن هذا شيء في المجلس الخاص بينها نحن دائما ما ننادي به نحن في المجلس النرويجي للاجئين دائما ما نقول أننا يجب أن نمرر وقف إطلاق نار فوري وحاسم وأيضا نريد من حماسة أن توقف نشاطتها من أجل أن نكون قادرين على حماية الأبرياء المدنيين في غزة لأن الذي يحدث الآن ليس له منطق وأيضا هذا لن يجلب سوى الضمار يعني أنتم تطلبون من حماس أن توقف نشاطاتها كما تفضلت يعني أليس من حق الفلسطينيين أن يدافعوا عن وطنهم عن أرضهم وهم يقاومون قوة احتلال؟ نحن ننادي بوقف إطلاق نار عام ووقف الهجوم على غزة من قبل الطرف الإسرائيلي وبالنسبة لحماس وباقي المنظمات الذين يطلقون النيران على إسرائيل أيضا يتعين عليهم أن يوقفون أشاطتهم أن نحن نطلب وقف إطلاق نار عام بالطبع لكل شخص الحق في المنادى بحريته ولكن ليس لأحد حق في قتل المدنيين في الأشهر الماضية قد وجدنا أن هذا مستباح وأن هناك مجازر أنهم يقتلون الناس بدم بارد وأيضا الأطفال والنساء لذا نريد أن الولايات المتحدة الأمريكية أن تضغط على إسرائيل من أجل وقف هذا طيب العديد من المنظمات الحقوقية في شتى أنحاء العالم تصف ما يجري في قطاع غزة بجرائم الحرب وبالإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل على شعب تحت الاحتلال هل تتفق مع هذا التوصيف؟ في الواقع قد قمنا بتعريف هذا كأبادة جمعية ولكن قلنا أن هذه جريمة ضد الإنسانية جرائم حرب وهذا لا يسحب كافة المقيس هناك بعض المنظمات وفقا لقوانين إبادة الإبادة الجماعية يضعون هذا تحت مضلة الإبادة الجماعية لأنهم يجبرون الشعب بطريقة أو بأقرى على النزوح وطرق منازلهم الأصلية وهذا هو التعريف للإبادة الجماعية وهذا الذي نريد من إسرائيل أن توقفه ولهذا مصر أيضا يجب أن تقوم وتعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج ويبذلون قصار جهدهم من أجل وقف هذه الحرب هذه الحرب لا يمكن أن تستمر بكافة المقيس منظمة نحاول بها أن يكون هناك توفير للخيم والمستلزمات الخاصة بالمسكنة والمكل من أجل أن نكون قادرين على مساعدة الناس والمدنيين في غزة الذين أصبحوا ليس لديهم منازل وليس لديهم أي ملاذ آمن الآن البناء التحتية قد تم تدميرها والأحياء السكنية قد تم إبادتها بالكامل لذا نريد أن نذل قصار جهدنا من أجل إعادة إعمار غزة يعني أنت تطلب من مصر ومن الدول الخليجية كما تقول بالعمل على وقف إطلاق النار هل تملك هذه الدول التي تفضلت بالإشارة إليها القوة الكافية التأثير الكبير على إسرائيل لكي توقف عدوانها؟ أعتقد أن مصر بالفعل لديها تأثير كبير لأن لديهم اتفاقية سلام مع إسرائيل وعلاقات دبلوماسية وإسرائيل تريد أن تعيش وتتمتع بالسلام مع مصر وفقاً وبموجب اتفاقية إبراهام وأعتقد أن عملية السلام الشاملة المستقبلية تريد تدخل الدول الخليج ومصر في الوقت ذاته الولايات المتحدة الأمريكية كولهم لعبين فاعلين في المنطقة من أجل أن يكون هناك تنصيق ناجح وفعال وسلمي لكي يتعايشوا بسلام كدولتين مجاورتين ومن أجل مساعدة دولة فلسطين من أجل إعادة أعمار الضمار الذي خلفته الحرب طيب كيف ترى الدعوات المتتالية من أعضاء في حكومة نتنياهو دعوات باتجاه ترحيل أو تهجير الفلسطينيين قصراً من أرضهم إلى مصر وإلى أماكن أخرى إلى دول أخرى حسب ما قال البعض منظمتي قد قامت بإدانة ما يحدث وكفت هذه التصريحات فأي شيء ينطوي على نزوح للمدنيين هذا يعد بموجب اتفاقية جينيفا قريمة حرب وبالطبع يجب أن نقول أن الدول الأخرى من الممكن أن تدخل ولكن نريد أن نقول أن ما يجري وما يحدث على فلسطين هو مماثلة لأوكرانيا ولا يمكن أن نكبر شعب أوكرانيا على أن يترك دولته ويذهب إلى بولندا أو غيرها لذا لا يمكن أن نكبر المدنيين أن ينزحوا من منذلهم وأراضيهم قصرياً هذه قريمة حرب يعني أشرت إلى ما يجري في أوكرانيا وهذه المقاربة أريد أن أسألك عنها هل التعامل الدولي تعامل المجتمع الدولي تعامل الولايات المتحدة تعامل الدول الأوروبية مع ما يجري في غزة كان مماثلاً لما يجري وجرى في أوكرانيا من وجهة نظرك أعتقد أن هذا السؤال رائع لأن دائماً ما نقول أنه من السيء أن تعتارد على ما يحدث من قبل روسيا على أوكرانيا ولا تعتارد على ما يحدث من قبل إسرائيل على فلسطين يجب أن يكون هناك مساواة ففي نهاية المطاف هذه أمور إنسانية وكلنا مماثلين لبعضنا البعض وكلنا نحاكم تحت ما ظلت القوانين الدولية ويجب أن نحترم سلام الشعوب هذا احتلال الذي يحدث من قبل روسيا هو عدوان وحرب غير مشروعة وأيضاً الذي يحدث الآن غير مشروعة طيب هل الدول المؤثرة التي أشرت إليها في سؤالي السابق يعني تتعامل مع دعوات قادة إسرائيل بتهجير الفلسطينيين من أرضهم تتعامل هذه الدول تعاملاً جيداً تعاملاً مقبولاً هل ما يعلن من هذه الدول بأنها ضد تهجير الفلسطينيين هو نفس ما يعني تقوم به في الواقع وفي الحقيقة؟ بعض الدول تستهجن ما يحدث مثلاً دولة النرويج نحن كنا في طليعة الدول التي اعترضت على هذا وكنا نقول ونصف ما يحدث ثراحةً كونه انتهاك سريح لقوانين الدولية وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا العظمى والمانيا ودول كثيرة يقدر بهم أن يكون لديهم موقف أكثر وضوحاً وأريد أيضاً أن أحث مصر والمملكة السعودية والإمارات المتحدة من أجل بذل قصارة جهدهم لكي يكون هناك حل دبلوماسي مع الأردن وغيرها من الدول الفعالة في هذه المنطقة لأن هذه الدول بالمناسبة قادرين على التأثير على الولايات المتحدة وعلى إسرائيل نريد أن يكون هناك نهاية لما يحدث ضد الشعب الفلسطيني وأريد أن أقول أن نريد أن نساعد الشعب الفلسطيني من أجل تقاطي ما حدث لدينا جهد عظيم ليس فقط الأمر يتعلق بوقف إطلاق النار ووقف هذه الحرب ولكن إعادة إعمار وإعادة تأهيل غزة وشعبها يعني أكثر من مرة أنت أشرت إلى مصر والدول الخليج والأردن بأن عليها أن تبدل قصارة جهدها للتأثير على الولايات المتحدة على إسرائيل لكن وكأنك سيد إيجلند تلقي بالكرة في ملعب هذه الدول وتعتبر أنها بيدها مفتاح الحل في هذا الصراع الدموي نعم هم بالفعل فاعلين في هذه الحرب لأنها منطقتهم في نهاية المطاف أنتم دول جوار لفلسطين وإسرائيل دولة النرويج هي دولة بعيدة تماما يجب عليكم أن تتأذروا مع بعضكم البعض وتجلسوا على طاولة المفاوضات وأن يكون هناك وقف لما يحدث وأن يكون هناك حرية لشعب غزة يا سيدي يا سيد إيجلند أنت تعلم أنت تعلم بأن العرب جلسوا إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل قبل ثلاثين عاما أنت أحد مهندسي اتفاقية أوسلو في العام ثلاثة وتسعين وتعلم بأن لا شيء تحقق من هذه الاتفاقية التي كان يفترض أن تؤسس لتعايش سلمي بين دولتين دولة فلسطينية ودولة إسرائيلية ماذا حصل الفلسطينيون خلال الثلاثين عاما الأخير حسنا كانت هناك حكومة فلسطينية وكانت فلسطين لديها حكم ذاتي ولكن للأسف أريد أن أقول أننا لم نحقق ما كنا نريده من اتفاقية أوسلو ولم يكن هناك سلام دائم ولم يكن هناك تطور في المشاكل الموجودة ما بينهم ومستقبل دولة فلسطين ومستقبل القدس ومستقبل المستعمرات والمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة هناك أشياء كانت رماضية اللون في هذه الاتفاقية لهذا أنا أطالب من أوروبا ومن مصر ومن الدول الخليج أن يحاولوا قدر الإمكان أن يضغطوا على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار وبعد ذلك أن يكون هناك طاولة مفاوضات يتم الجلوس عليها وفقا للفاعلين قرأت لك تصريحا تقول فيه بأن اتفاقية أوسلو ماتت تماما ذهبت مع الريح هل تعتقد بأن في ظل الصراع الحالي يمكن الحديث عن أوسلو جديدة؟ التفاقية أوسلو هي عملية ميتة بكافة المقاييس وأريد أن أقول أن أول طرف قد قام بالتقويد أوسلو والاستهانة بها هو نتنياهو في البداية وإسرائيل وبعد ذلك حماس حذت حذوه نريد أن نقول أن الأشياء التي يقومون بها اليوم والمبارسات الإرهابية التي تحدث والعدوانية هي التقويد للإرادة الماضية والاتفاق الذي مر عليه 30 عام ونريد أن نقول أن كل الدولتين لديهم الحق في الاعتراف بهم وأن يتعايشوا مع بعضهم البعض لن نحيي اتفاقية أوسلو لكن أأمل أن يكون هناك اتفاقية جديدة تلعب بها مصر دورة فعال هل تعتقد بأن الطرف الآخر وأنا أعني هنا الطرف الإسرائيلي جاهز لهكذا تطور يعني عندما يقول رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن بأن على رأس الحكم في إسرائيل أكثر حكومة يمينية متطرفة جاءت في تاريخ إسرائيل هل تعتقد بأن هذه الحكومة جاهزة لكي توقع اتفاقية سلام جديدة أو تدخل في مفاوضات جدية أنا أتفاق مع الرئيس بايدن أنها أكثر حكومة متطرفة في تاريخ إسرائيل عندما كنت في عملية صناعة السلام وكنت أتعامل مع قادة إسرائيل لأن ذاك كانت فترة ذهبية والتي بموجبها عقدت مصر وإسرائيل اتفاقية السلام ولكن الآن الوضع أصبح كارثي ولكن أريد أن أقول أن هذا الوقت لن يكون أصعب من الوقت الماضي والظروف الماضية الخاصة باتفاقية أسلو فقد كانت هناك حرب قبل ذلك لذا أعتقد أن هذا هو الحل وإن لم نلقى لهذا الحل سيكون الموقف مذري للغاية أن نستمر ونقبل احتلال إسرائيل لن نتمكن من العيش كهذا وسيكون هناك دورات مستمرة من العدوان والعنف الذي يحدث وسيكون هناك متمردون على هذا العدوان والمنطقة بأكملها لن تعيش في سلام على من تقع مسؤولية الخطوة الأولى اتخاذ خطوة أولى نحو اتفاق سلام جديد هل على الولايات المتحدة الأمريكية هل على الاتحاد الأوروبي على من أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها أبرز وأهم دور يمكن لعبه لأنهم هي الدولة الوحيدة التي تسمع لها إسرائيل إسرائيل لا تكترث للاتحاد الأوروبي ولا الدول الأوروبية لذا الولايات المتحدة هي وحدها قادرة على الضغط على إسرائيل ومصر والأردن ودول الخليج لديهم دور أهم في اللعب بفعالية في إمرار خطة السلام طيب الحديث عن دور الولايات المتحدة الأمريكية يعني هل تتفق مع من يقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل جزءا كبيرا من مسؤولية مقتل أكثر من 23 ألف فلسطيني في غزة في الواقع إنه من الواضح للعالم بأكمل أن إسرائيل هي من بدأت هذه الحرب ولكن أريد أن نقول أن قتل مئات الإسرائيليين في السابع من أكتوبر كانت نقطة بداية هذه الحرب ولكن لا يمكننا إنكار أن الولايات المتحدة لديها مسؤولية كبيرة لأنها من قامت بإمداد إسرائيل بالأسلحة لازمة من أجل استكمال هذه الحرب ولهذا في هذه الحالة يمكن أن تكون عليها مساءلة كثيرة من السيدات والأطفال الذين تم قتلهم وكانوا أبرياء تماما قد تم قتلهم جراء ما حدث في السابع من أكتوبر وهل تعتقد هل تؤمن سيد إيغلند وأنت رجل دبلوماسي ذو خبرة كبيرة جدا وتعلم المنطقة جيدا هل تعتقد هل تؤمن بأن الصراع الحالي بدأ يوم 7 أكتوبر؟ في الواقع هذا سؤال فيلسوفي للغاية ولكن يمكنني أن أقول أن هذه الحقبة من العدوان قد بدأت من 7 أكتوبر ولكن العدوان بأكمله قد بدأ منذ الاحتلال ومنذ الاعتداء على حقوق المدنيين في غزة وتقويد حرياتهم نريد أن نقول أن أي شيء يحدث دون وجه حق ودون العدل هو أثاس مثل هذه التدعيات والتصعيدات لم يكن لديهم حق في قتل الأبرياء ولم يكن لديهم حق في احتلال الأراضي الفلسطينية وقراء هذا قد كان ألاف الأرواح قد تم ذقع أشكرك شكرا جزيلا في أوسلو يان إيغلاند دبلوماسي النروجي الأسبق والأمين العام للمجلس النروجي للاجئين ترجمة نانسي قنقر